في حكاية بقى نجاية دي حكاية كمة بطولة الجمهورية 2005 أهلي زمالك زمالك أهلي مش بس الناس بس يتقول أهلي زمالك ويقولك أتواجش زمالك لأو اللي اللي اتنين كبار أهلي زمالك زمالك أهلي شبابهم وليد 2005 الأمل تموح تطوير الكرة المصرية وأسماء جديدة وجيل جديد وجيل عظيم تمام كان في حكايتين في المباراة مبارح أول حكاية عمار ياسر لعب زمالك بعد استبداله في الشوت الأول اعترض وتنرفز راح الكابتن عبدالواحد السيد قدم مذكرة بيطلب فيها توقيع غرامة كبيرة على اللاعب وتحذيره إنه ما يقررش الكلام ده تانيش وأخارج بمعترض فعمار ياسر راح نشر على فيه على انستجرام ستوري وقال فيها أن أنا بعتذر لجماهير نادي الزمالك ومجلس الإدارة شبابنا الحلو تمام شكرا أعلى أعتذار أهو إلى جماهير نادي الزمالك ومجلس الإدارة وكل القائمين على إدارة كرة القدم في النادي أتقدم باعتذار عن ما بدر مني من رد فعل أثناء تبديلي في مباراة فريق أمام النادي الأهلي وإن شاء الله لن تصدر مني هذه التصرفات مرة أخرى قادي لاعب الزمالك نروح بقى على محمد رقفة لاعب النادي الأهلي اللي سجل الهدف الأول في هذه المباراة أمام نادي الزمالك رأى أحتفل وعمل فيها إيه الاحتفال بتاع بالوتيلي ده طبعا الناس على السوشيال مادية قالك ها ده بيئيه بيصخر من نادي الزمالك وإنه الاحتفال ده ما ينفعش هو كمان رح ننزل استوريا على الإستجرام وقالي ده مجرد احتفال يعني مش أنا مقصودش حاجة والله أنا على نياتي ده مجرد احتفال يعني مش أكتر وجاب الصورة بتاعة احتفال بالوتيلي ناشي ايه بقى انت عايز تقول ايه في القصة دي انت قلت لنا اللي حصل من اتنين لعيبة يعني وحف الأهلي وحف الزمالك هل مثلا انت عايز النهاردة تهاجم لعيبة النادي الأهلي هل انت عايز تهاجم لعيبة نادي الزمالك هتلاقيوا ناس بتعمل كده هتلاقي ناس تقولك العمل ده وده غلط لا ده اللي ده اللي كان غلطان أكتر لا ده اللي وحش لا ده اللي وحش أكتر وهي الحكاية للأسف يعني بشوفها أكبر وأعمق من كده بكتير احنا عندنا مشكلة كبيرة ووضحة في الأجيال الجديدة اللي طالع في كرة القدم الشباب اللي طالع في كرة القدم يا فندم وانت بتجيب له مدرب يدربه عنه يسجل هدف او يعمل كرة براسه او يطلع الكرة في الدفاع او يتعلم يسود ما فيش مانع أبداً 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 والله وبيحصل في العالم كله يبقى فيه أخصائي نفسي يتعامل مع اللعيبة دي ويشتغل على العقلية من وهم صغيرين عشان هما لما ان شاء الله يعني يجبره وبيخش في فريق أول احنا بنشوف عقليات انا آسف لا تصلح انها تلعب كرة قدم ولا تصلح أصلاً انها تشتغل في أي شغل مش كرة قدم بس ليه؟ انه ما ترباش على المنافسة بشكل كويس انه ما ترباش انه ممكن يكسب ممكن يخسر ما ترباش انه عفوا يعني ما ترباش على الفكرة دي ما ترباش على انه لازم تبقى هادي حتى وانت في منافسة صعبة جداً تبقى هادي من جهة تصرفاتك محسوبة كل دي حاجات ما متشوفهاش في لعبتنا حتى لو ما بيجبره وبالتالي اللعبة دي بتبقى كاراتها دايماً انفعالية كاراتها فيها أخطاء كاراتها فيها مشاكل أجماعة إحنا المدربين بتوعنا في أغلب الظن تحديداً في قطاعات النشئين مش مؤهلين انه هما يتعاملوا مع هذه المرحلة العمرية نفسياً وزهنية ممكن يبقوا مؤهلين وده برضو مش موجود في رأي يعني ممكن يبقى مش ممكن يبقوا مؤهلين انه هما يتعاملوا معهم فنياً لكن الحاجات اللي هي علاقة بالنحن نلعف عقلهم بشكل إيجابي نلعب في نفسياتهم بشكل إيجابي دي مش موجود ودي حاجات ما بقيتش فرعية ودي حاجات ما بقيتش نفع فيها الاجتهاد يعني فيه مدرب يعرف في مدرب ما يعرفش ما ينفعش يا جماعة دي أجيالي المفروض تطلع لكرة القدم المصرية أنا عارف ان انتو كلكم خدتوا المشكلة بتاعة لعب النادي الأهلي اللي بيحتفل زي بلويتولي وقلت دي إيه أنا خدت المشكلة بتاعة لعب النادي الزمالك وقلت إيه الحاجة بيعترض خدتها بالشكل ده بس هي أعمق بكتير